السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا مميز اليوم لأنه حنحكي عن مين هو أفضل لعب محلي بتاريخ كرة القدم اللبنانية بعد ما عملنا الحلقة المميزة عن مين هو أفضل لعب أجنبي بتاريخ كرة القدم اللبنانية حان الوقت لنحكي عن مين هو الأفضل بتاريخ كرة القدم اللبنانية فتابعونا فعليا هو اختيار الأفضل شيء صعب جدا لأنه في عنده نجوم كبار لعبه بكرة القدم اللبنانية وتقلقه مع فرقه ولكن لحتى نختار الأفضل لازم نتبع قاعدة مؤلفة من ثلاثة أقصى أولا أنه هو يكون مستمر مع نادي بلبنان يعني في استمرارية ما في عدد مباريات كبيرة ملاعبة عدد سنوات كبيرة ملاعبة أيضا الأرقام والألقاب اللي حقاقها مع نادي إن كان بلبنان أو حتى بالخارج يعني عم نحكي عن الأرقام الشخصية والأرقام اللي عطاها للنادي اللي كان عم بمثله وأيضا إذا مثل لبنان بالخارج وكيف كان أداءه وكيف كان النتائج تاعته والاستمرارية تاعته أيضا مع النادي اللي يمثلوا بالخارج فهذه القاعدة يجب أن نتبعها حتى نختار الأفضل على الأقل على مستوى لبنان وكرة القدم أيضا بشكل عام نحكي أيضا عن الاستمرارية في لعبين نظلموا بلبنان لأنه في عنا رحنا حوالي 15 سنة هذه انتهت من تاريخ لبنان بشكل عام لسه فقط بكرة القدم اللبنانية فهناك العديد من النجوم اللي لعبوا بفترة الحرب الأهلية ما لعبوا بباريات متواصلة ما لعبوا دوريات متواصلة إنما كانوا يلعبوا بعض الدورات ولكن يعتبرون الكثيرين أنهم من الأفضل نحكي عن مثلا الملك محمد حطوم جوسف أم مراد حسن عبود عدن الشرق سمير العدو العديد من اللاعبين اللي كانت هذه الفترة من الحرب الأهلية كانت عم تكون رايحة من حياتهم فعنجد انظلموا بهذه المسألة عم نحكي عن مسألة الاستمرارية مثل ما قلنا العديد من الأسماء الكبيرة مثلت كرة القدم اللبنانية وكانت حفرت أسماءها بأحرف من ذهب بكرة القدم اللبنانية ولكن كالعادة هنذكر أفضل خمس لاعبين برأيي طبعا الشخصة هن بالسهل أن يكون واحد منهم أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم اللبنانية وبنش أقول هذا برأيي الشخص بتمنى أن تكتبوا بالتعليقات من هو أفضل لاعب بنظركم أو على الأقل أفضل خمس لاعبين بنظركم بتاريخ كرة القدم اللبنانية فهنذكر الأسماء مش ضروري يكون خمس اسم هو خمس اسم يمكن يكون خمس اسم هو أفضل لاعب بكرة القدم اللبنانية ولكن هنذكر الأسماء وحضرتكم بتساعدون لحتى من هو أفضل لاعب بكرة القدم اللبنانية على مرأة تاريخ نبدأ مع الغزيل الأسمر جمال طه القائد الكبير لنادي الأنصار لزعيم الأندية اللبنانية لقدم السنوات الكبيرة لهذا الفريق وأيضا لمنتخب لبنان ولا كرة القدم اللبنانية هذا النجم اللي أحرز مع فريق الأنصار 11 سن متتالي لقب بطل الدوري اللبناني أيضا مثل نادي الأنصار بالمحافلة الخارجية على مستوى الأرقام أرقام مرعبة من أفضل لاعبين الوسط والارتكاز بتاريخ كرة القدم اللبنانية وإنما أيضا فينا نقارر ببعض اللاعبين بالعرب وأيضا بآسيا لاعب ما أجاه مثله لحد الآن بكرة القدم اللبنانية لاعب رائع جدا وهو الكابتن والغزال الأسمر جمالطها فجمالطها باستحق أنه يكون أفضل لاعب بكرة القدم اللبنانية أو على الأقل من أفضل لاعبين بكرة القدم اللبنانية الاسم الآخر اللي حنحكي عنه هو النجم الكبير ورطان غزريان اللاعب الأرمني اللبناني لمثل منتخب لبنان من منتصف التسعينيات لحد أكثر من عام 2000 اللاعب الكبير جدا الحريف اللاعب لما بيمزح قدام المرمى أرقام كبيرة وكبيرة جدا إن كانت مع الهومنتمان وأيضا مع نادي الحكمة لاعب أجاه مثل المثيل أمام المرمى مع المنتخب اللبناني وأيضا مع الأندي اللاعب فيها وخصوصا نادي الهومنتمان وطن غزريان بالسحاق أنه يكون من الأفضل بتاريخ كرة القدم اللبنانية أيضا الاسم الذي لمع ويلمع بتاريخ كرة القدم اللبنانية عم نحكي عن الكابتن حسن مع دوق قائد المنتخب لمثل أكبر ثلاث فرق حاليا بلبنان لهن العهد النجمة وأيضا عم يلعب حاليا مع الأنصار مستمر بعطائه ومستمر بتألقه لاعب كبير جدا أيضا احترف خارج لبنان وتألق وما عمدنا ننسى أنه كمان قاد المنتخب اللبناني فهو الأكثر حصولنا على أرقام وعم يضرب الأرقام القياسية مع المنتخب اللبناني ففعلا حسن معتوق جوهرة كبيرة بما لعبنا وباستحق أنه يكون الأفضل بتاريخ كرة القدم اللبنانية والاستمرارية الكبيرة اللي عم يعيش حسن معتوق تجعله لاعب كبير وكبير جدا وربما أنه بنظر الجميع هو أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم اللبنانية الاسم القبل الأخير اللي بدي أحكي عنه هو القائد برضا عنطر خير من مثل لبنان في الخارج اللاعب اللي بدأ مع نادئ التضام منصور أحرز معهم بطولة ولكن ألغيت مثل ما كلنا بنعرف اللاعب اللي تألق خارج لبنان وأيضا تألق مع منتخب لبنان بس الفترة اللي القضاها رضا عنطر بلبنان مع المنتخب طبعا عم بحكي وأيضا حسن المنتخب وقادنا لأول مرة لتصفيات النهائية لكأس العالم تجعله لاعب كبير وكبير جدا والشعب اللبناني الجمهور اللبناني مدين لهذا اللاعب لأنه هو فعلا كان قائد المنتخب بهذه الفترة بأرض الملعب وخارج الملعب نهيكا أنه كان من أفضل اللاعبين بالدولة الصينية وأيضا كان عم بتقلق بأرض الملعب الألمانية فرضا عنطر وأيضا اللي كتير مننا بشوفوه هو أنه أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم اللبنانية فرضا عنطر فعلا كتب اسمه بأحرف من ذهب بكرة القدم اللبنانية الاسم الأخير بهذه اللائحة هو القائد الكابتن المايسترو ملك النص الكابتن موسى حجيش موسى حجيش اللي هو بنظر 90% من جمهور النجمة هو أفضل لاعب أتى إلى نادق النجمة من عام 1945 إلى الآن تقلق بشكل كبير مع متخبنا الوطني وأيضا بنظري هو أفضل من لمسها كرة القدم في لبنان من أول ما بلشت كرة القدم إلى عام 2024 هذا اللاعب هذا النجم الكبير لإله شخصية وكريزمة خاصة كانت بأرض الملعب بسحق أنه يكون أفضل لاعب بكرة القدم اللبنانية لماذا؟ لأنه بكل بساطة هو قائد فعلي قائد حقيقي بأرض الملعب لاعب كبير كان يصنع الأهداف ويسجل الأهداف من أنصاف الفرص لشاهد مباراته أمام أولمبيك بيروت عندما تخطى بيار عيسى لشاهد مباراته على ملعب بيروت البلدي عندما هزم نادي النجمة أربعة اثنان وكان فعلا نادي النجمة بحاجة إلى العودة موسى حجيش كان عم بيقرر أنه لازم يعود نادي النجمة بهذه المبارات أيضا هدفوا بمرمى تشرين السوري بسوريا أيضا كان يعطي انطباع أنه هذا اللاعب كبير والعديد 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 من الأهداف ومنذكر طبعا أهم أهدافه مع المنتخب اللبناني عندما سجل ضرب حرة بمنتخب العراق بآسيا 2000 هذا القائد هذا الكابتن الكبير هو فعلا له كاريزمة خاصة هو فعلا بيستحق أن يكون أفضل اللاعب لبنان الاستمرارية اللي عاشها من أول إلى تسعينات تقريبا عام 2008 كان عم بيعيش كل فترات كرة القدم اللبنانية وكان عم بيلعب بكل الملاعب اللبنانية والأهم من هذا الشيء أنه هو مستمر كان بقيادة نادي النجمة اللي بيلعب قدام لادي النجمة كمنافز صبعا بيكون عم بيعاني ولكن اللاعب بيلعب بنادي النجمة وعم بيشوف كلها الجمهور عم بيأتي كل أسبوع لحتى يشاهدوا بال5000 وال10,000 وال30,000 فهو بيكون هذا شعور كتير جبير عليه هذا الضغط كتير جبير عليه فلما لاعب مثل موسى حشاج يكون عم بتحمل كلها الضغط طولها السنين فهو بيستحق أن يكون أفضل لاعب بلبنان ظرتنا بهذه الحلقة أفضل 5 أسماء أتوا إلى كرة القدم اللبنانية وأيضا حكينا عن مين هو أفضل لاعب بكرة القدم اللبنانية على مرأة تاريخ تع научوا بالتعليقات وتساعدوني أيضا حتى نعرف مين هو أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم اللبنانية أو على الأقل أفضل 5 أسماء أتوا إلى ملعبنا اللبنانية كنت معكم أنا حسن صالحة تابعوني دايما على فيسبوك youtub وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة